أستاذ إهاب رغم المكاسب اللي عم نشوفها على الـ EGX 30 عدنا لمستويات يمكن جديدة من عام 2008 بس الملفت هو تقريبا القيم التدولات المتدنية إلى أي مدى هذه القيم وتراجعها يشكل قلق بالنسبة للمستثمرين بسم الله الرحمن الرحيم هو بالفعل أعلى إغلاق من 2008 ولكن يوم الأحد الماضي مؤشر EGX 30 نجح في تحقيق أعلى مستوى عن 9,818 لكن فشل في الإغلاق قربه وقفل عند 9,727 نوط فالنهاردة بالفعل هو أعلى إغلاق نتيجة أن التجاري الدولي نجح في وسط الجلسة وفي بداية الجلسة في الوصول لأعلى مستوى سعري منذ الإدراج في البورصة عند 50-89 قبل ما يتعرض لبعض عمليات جني الأرباح زي ما هيك أشارتي في البداية وقفل على 49-80 وده يمكن حتى خلى المؤشر يقلص شوية من المكاسب الصباحية اللي كان حققها مع بداية الجلسة لكن طبعا هذا الصعود برضو كان إلى حد ما موجود في سهم البنك التجاري بس في ظل استمرار الانفصال التام ما بين أداء وما بين أداء إلى عديد من القطاعات الأخرى يمكن ده الأسبوع الثاني على التوالي بنشوف حالة الانقسام ما بين EGX 70 و EGX 30 مشكله واضح جدا هو الانقسام موجود من فترة ولكن زادت قوي خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي مؤشر السبعين تقريبا قرب 627 أو 625 نوطة فشل في تجاوز الـ 630 نوطة ومؤشر التلاتين بحق مستويات سعرية جديدة بسبب الوزن النسبي لسهب البنك التجاري الدولي أما بقيت الأسهم حتى القيادية الحقيقة كلها بتتحرك فيه نطاقات عرضية ضيئة سواء المجموعة المالية هرمز سواء العز الحديد التسليح طلعت مصطفى إلى حد ما قدر يقرب من قيمته السابق النهاردة جلوبال تيليكم كلها بتتحرك فيه نطاقات عرضية انتظارا لعودة القوى الشرائية قيم التعاملات المتدنية اعتقد أنها أزمة سيولة وما زالت موجودة في السوق وإن كانت موجودة مع الارتفاع وده ملاحظ جدا نتيجة اقتراب المؤشر من مستهدفه في المرحلة الحالية عند العشر تلاف نقطة وبدأت بالفعل تظهر بعض مؤشرات الضعف الفنية بتشوف أنه من الصعب تجاوز المستوى ده في الأجل القصير دون وجود حركة أصححية قد تمتد إلى الأجل المتوسط عنا العديد من الشركات عم تبدأ الاكتتاب بزيادة رأس مالها أستاذ إيهاب يمكن بكرة أو غدا سيكون أول اكتتاب يمكن هو جي أم سي رح يكون عنده زيادة رأس مال 105 مليون لكن الاكتتابات الأكبر ستكون مع بداية أكتوبر لسودك بحدود تقريبا 250 مليون سهم أربعة جنيه للسهم إضافة لمصاريف الإصدار 6 أرش كيف تنظر إلى هذه الاكتتابات اليوم إلى أي مدى ستجر سيولة أيضا جديدة ربما إلى السوق ونرى حركة لعودة ارتفاع القيام من المفترض أن الاكتتابات للأسهم المدرجة أصلا من المعروف أنها تسحب سيولة من السوق لكن بالنسبة لأثارها على الشركات خاصة شركات قطاع الإسكان التي تستغل الطفرة التي تحصل في الوقت الحالي أو عودة الانتعاش مرة تانية للقطاع العقاري أو بوادر عودة الانتعاش الحقيقة لأنه ليس بشكل كبير هناك بوادر بعودة هذا الانتعاش فالشركات تستغل في التوسع وفي مشاريعها منهم صادق قامت بزياد راس المال بحوالي 2.75% لكل سهم بقيمة حوالي 11 جنيه سيتم إضافتها على سعر السهم سيوصل حوالي 58 وشوية بنسبة لسعر السهم النهاردة مع الأغلاق بعد الاكتتاب سيصل إلى حدود 15.5% حق الاكتتاب سيتم تدوله بداية من 1 أكتوبر وطبعا لازم يكون أقل من سعر السهم وإلا لا يجوز تبقى للقانون لا يجوز تدوله أو فتح التداول عليه وأكيد سيبقى أقل طبعا من سعر السهم فبالتالي ما فيهاش مشكلة أعتقد أن الشركة زي ما قلت عايزة تستفيد من النشوات اللي حصل في القطع العقاري وإذا كانت وغدة مزايدة مؤخرا فازت بيها في القاهرة الجديدة أعتقد يمكن هو ده الهدف الأساسي من هذا الاكتتاب أنها تبتدي تعمل في هذا المشروع يمكن كان مشروع قناة السويس شهادات الاستثمار ضمن الأشياء الإيجابية التي كان يرتقبها المستثمرين المتداولين اليوم بعض الأخبار تتحدث تحديدا بأنه تم إنجاز 25% من حفر قناة السويس هذا رقم قياسي أيضا يمكن اعتباره عملية التغطية تمت خلال 8 أيام كان متوقع لها شهرين عملية الحفر الآن تتم بأقل من شهرين تقريبا أستاذ إيهاب هل لهذا المشروع أي مدلولات أيضا مع هذه الأخبار قد يكون محفزا بالنسبة للمستثمر داخل البورصة ما فيه شك طبعا أنه الزمن قياسي لأنه في أقل من شهرين ينتهي 25% هو طبعا زي ما حيك عرفه المشروع منقصم إلى جزئين جزء اللي هو حفر القناة الموازية وجزء هو الأنفاق الأنفاق ممكن لسه ما تمش إنجاز شيء فيها لكن بالنسبة لحفر القناة الموازية 25% في الفترة القليلة ده بيؤكد على أن بالفعل ممكن المشروع ينجز في عام أو كما طلب السيد الرئيس من رئيس هيئة قناة السويس عندما كان مخطط للمشروع أنه يبقى ثلاث سنين مش سنة واحدة فبالتالي ده طبعا إنجاز قياسي يضاف للإنجاز القياسي بيجمع الـ 64 مليار جنيه في فترة لم تتجاوز 8 أيام في سابقة غير طبعية يعني أعتقد ده سيدي ثقة على الأقل مش بس للمستثمر الموجود في داخل الدولة ولكن المستثمر الخارجي إن الدولة بالفعل قادرة على أنها تنهي المشروع في الوقت اللي أعلنت عليه في البداية بالإمكانيات الموجودة دلوقتي دون الحاجة إلى أي تمويل خارجي طيب إحنا بانتظار أيضا ربما الخطة الإصلاحية التي سيعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم غد أساس إيهاب ما هو المتوقع يعني ما هو المنتظر أيضا ربما من الخطة الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ما الذي يركز عليه المستثمرون أيضا يعني أعتقد أنه فعلا في الغد حيلقي كلمة بما يتعلق بمشروع الإصلاح الاقتصادي اللي مصر أمد به واللي بدأته في الموازنة بتاعة العام الحالي على اعتبار يعني أعتقد أنه هذا يبقى إلى حد ما بيدي برضو ثقة وتمأنينة نوعا ما في الاقتصاد المصري وأنه زي ما استعبنا للاستقرار السياسي قادرين على عودة الاستقرار الاقتصادي مرة تانية وأن الحكومة بتمضي قدما بالفعل في إعداد هيكلة للاقتصاد المصري بشكل عام خاصة بعد القرارات الأخيرة والخاصة بالدعم والقرارات الصعبة الحقيقة اللي لم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذها ودي كانت من أهم الأمور اللي كان دائما ما بيركز عليها البنك الدولي في أي اجتماعات سابقة فبتالي أننا نبتدي نخطو هذه الخطوات وتمر بسلام الحمد لله دون أزمات في الشارع أعتقد هذا في حد ذاته بيدي إشارة في منتهى الإيجابية بالنسبة للمستثمر الخارجي إذا ما أراد أنه يعود للسوق المصري مرة تانية وإذا ما أراد حتى مستثمر جديد أنه يدخل للسوق المصري خلال الفترة اللي جاية شكرا جزيلا لك أستاذ يهب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للتداول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة ترجمة نانسي قنقر